هناك تحول بالإداءة بسياسات الإدارة الأمريكية تجاه الوضع في اليمن وهذا التحول رصدته لمراكز البحوث الأمريكية وعلى رأسها المحيد واشفونتن من دراسات شرق الأدنى وكذلك بمركز ويست بوينت لمكافحة الإرهاب الذي تحدث عن أن النظام الأمريكية ستقوم بإجراء تجربة خاصة في اليمن ومنطلقة بالمقرب هذه المنطقة الغنية بالنفط والغاز وهي أشهر في تجربة الأمريكان مع كوريا الشمالية حيث أن إقامة كوريا الجنوبية هو الذي دفع أمريكا إلى عدم احتلال أو اشتياح كوريا الشمالية الدراسة خلصت أن الوضع في اليمن معقد أستاذ أحمد وصعب جدا أنهاء الأزمة دون تحفيز قوة داخلية في المنطقة الشمالية في المنطقة الجنوبية عرفا لتقليل قدرات الحوثي من الداخل يعني الحوثيون الآن بدون يعتمدون على تفكيك شفرات الضغط الداخلي يعني استراتيجية آتايت إن يعني هم ينطلقون من قضية غزة إلى الداخل يمني فأن أمريكا ضعبة باتجاه تفكيك هذه الشفرات الشفرات الضغط الخارج التي تقوم بها مجموعة الحوثي يعني من إنسايد آت يعني تشوفها الحكس لذلك بدت تدرك القيادة الحوثية أن هناك تنسيق أمريكي وأن الحطة الأمريكية ضعبة باتجاه نشر مجموعة من المضادات الدفاعية في المناطق النزاع وتقوية المجموعة الشمالية في مقابل الحوثي وأن هناك تغيير استراتيجي سيحدث على مستوى الجمهة الداخلية فلذلك أن استيقاف المأرب هو مبني على هذه المعلومات التي وصلت والتي يعني نشرت يعني ليست يعني مخفية فأنا أعتقد الحوثيون يحاولون عملية يعني عدم فسح المجال الأمريكي يعني أن تحدث فارق في الجبهة الداخلية حتى تبقى عملية الضغط الخارجي باقية إلى أن يعني يحصل شيء بموضوع غزة ويرى الحوثيون كيف سيتجه الصراع فلذلك أنا أعتقد ما يقوم بها الحوثيون على مستوى وفتح الجمهة الداخلية وردت فهد بما أعلنته الولايات المتحدة من استراتيجية جديدة غاصة باليمن